بلديات تسابق الزمن من أجل استكمال مختلف أشغال الصيانة وتوفير كل المتطلبات الأساسية داخل المؤسسات التربوية وذلك تنفيذاً لتعلمات وزير الداخلية لولاة الجمهورية القضية بضبط كافة الأمور التنظيمية ضماناً لدخول مدرسي ناجح بالنسبة للتحضيرات لدخول المدرسي نقدر نقوله بلدي بوزرع رأي محضرة بنسبة 90 حتى 95% عملية الديزير برج الأوبان تيراهي كما يقوله عملية دورية ويومية نقدر نقوله بلدي الأستاذ وتلميذ رح يقل المؤسسة التربوية جاهزة إن شاء الله والعملية للدورية ما زالها بصك دوك تكلمت مع نائب المكلف بسيانة ومتابعة المدارس قال يراني يوم بلاس دوك راوي دور راوي دير لا تورني على المدارس إن شاء الله وفي الآخر نتمنا دخول مدرسي موفق وإحنا بهذا 18 مليار اللي خرجناهم في البروغرام كلو تيري ونقاعدنا في الوقت أن نتعرف فيهم لتعرفة سكولير في 2023-2024 الشروق الإخبارية زارت بعض المؤسسات التربوية ووقفت على غمليات الصيانة التي يقوم بها عمال البلديات أيام قليلة قبل دخول المدرسية أنا معنا سيداتي إن شاء الله حتى نكملهم على الأخر ما نخللوا احتهاج وهذه التالامة التوانية لازم ننقيهم وننوجدهم وشن يا أهم الأشغال اللي كنت خدموا فيها؟ دي سارباش كلش ما نخلوه لو سجار رحشي سجارة سجاج زواق زواق لأخر ما كان حتى حاجة نخلوها حاشك اللي طوال الداخل اللي بيبان ما نخلوه حتى حاجة نقوه كلش كين ما كين نكملوا نخرجوا من مسيد هذا روح مسيد لأخر نقيا ونحيول حشيش كما قال لك سجاج وهذه هي وإحنا كنا نقيا ونفرحوا في سجاجة التالامة وإحنا هذا ومولادنا لازم ننقوه لهم رحنا في أشغال نظافة نطفل مدرسة البارح واليوم كنا البارح واليوم ورحنا قريب نكملوا الخدماء من أجل ضماني انطلاقة جيدة واستمرارية حصنة لموسم دراسي شديد توجب تطبيق التعليمات والصهر على راحة التلميذ ومستخدمي قطاع التربية ترجمة نانسي قنقر